بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا بيتجدد لقائنا اليوم ورح نحكي فيه عن نبات الختمية وقبل أن نبدأ أحب أن أوضح أنه وردت ملاحظة من بعض الحبايب المشتركين والزوار بعدم الإسراع في الحديث والتحدث ببطء ونزول عند رغبتهم سأحاول ذلك الختمية لها أسماء عديدة من أسمائها خطم وردي وردي الزواني شحم المروج خبازي أو خبازي برية ختمية أو خطمية بالطاء ختمية حولية ورد الجمال كما للختمية أسم آخر تعرف به الخطم بالطاء كما تعرف بأسم الخباز المخزنية أو الخباز وهي غير النبتة الخبازة اللي منعرفها والختمية نبات مرتفع يتراوح طوله بين متر ونصف إلى مترين ينجح في الأراضي جيدة الصرف وبتفضل هاي النبتة المواقع المشمسة ساقه عمودية مكسوة بشعيرات خشنة أو راقه وبرية خشنة كبيرة لها شكل القلب تقريبا مسننة الحواف متماثلة الوضع على الساق أزهار هذه النبتة على شكل أبواق وهي عديدة الألوان تظهر في الربيع وتستمر حتى نهاية الصيف والموطن الأصلي للنبات شرق البحر الأبيض المتوسط ومعظم دول آسيا وحاليا يزرع في كافة أنحاء العالم والأجزاء المستخدمة من هذا النبات هي كامل النبات يعني جذوره وأوراقه وأزهاره وبذوره فما هي فوائد هذه النبتة الطبية وكيف نستعملها فاصل ونواصل هي نبتة طبية بامتياز تحتوي الجذور على مواد لعابية ونشاء والمواد اللعابية تتكون من سكاكر خماسية وسداسية تعطي البنتوز والغاكتوز والديكستوروز إضافة للنشاء ومواد هلامية أيضا تعطي البكتين والفلافونيدات وأحماض فينولية وسكروز والسبراجين والمادة الفعالة في نبات الختمية تتراوح نسبتها بين 5 إلى 25% من المركب الكربوهدراتي المعقد والمعروف باسم الميوسيلاج وتتركز كميته في الجذور ثم الأزهار ثم الأوراق وتزداد كمية الميوسيلاج في الأوراق والجذور مع عمر النبات يعني تبلغ أقصى قيمة له عند بدء تكوين الأزهار تحتوي بذور الختمية على ما يعادل 12% من وزنها زيوت أساسية مفيدة وبفضل ما تحتويه الختمية على كمية كبيرة من المواد الهلامية تعتبر ملطفة للجهاز الهضمي ومضادة للقرحة كما تعتبر ملينة بجدارة ومن الخواص الطبية لنبات الختمية أيضا هي ملطف ومطري للجل بمطبوخ الجذور وطارد للبلغم ومهدئ ومدر للبول ومضاد للحصوات ومسكنة لآلام التسنين لدى الأطفال بمضغ أوراقه الجافة أيضا مخفف للتهاب القولون ومنبه للكلا بأكل الأوراق الصغيرة الطازجة وأيضا مضادة للسموم بمغلي نبات الختمية أيضا مهدئ للبشرة المتهيجة بعجينة مطحون الجذور مع الماء الدافئ وهي أيضا مانع للقيء بمغلي نبات الختمية وأيضا مقوية لوظائف جهاز المناعة ومخفضة لمستوى السكر في الدم وذلك بشرب مغلي الجذور أيضا تحسن أداء الجهاز الهضمي ومنشط للدورة الدموية ومضاد للإمساك أيضا ملينة وأما الأمراض التي يعالجها نبات الختمية هي الربو والتهاب الحلق والتهاب الكلا والتهاب المثانة وحرقان البول وذلك بمنقوع الجذور أيضا تعالج الرعشة وخاصة رعشة اليدين بمطبوخ الجذور والتشنج والتهاب القصبة الهوائية والسعاد بمنقوع الأزهار أيضا التهابات الأذن وذلك بالتقطير بمنقوع الأزهار أيضا تعالج حساسية الحنجرة بمنقوع الأوراق أيضا التهاب قرحة الاثنى عشر وحمودة وقرحة المعدة بمنقوع الجذور والأزهار معاً أيضا تعالج قروح الأمعاء بمنقوع جميع أجزاء النبات أيضا تعالج خراج الأسنان بالمضمضة بمغلي الأوراق أيضا تعالج التهاب الفم واللثة بمنقوع الأزهار والأوراق أيضا النزلات المعوية الحادة بالحقنة الشرجية أيضا الجروح والحروف بكمادات بمغلي أجزاء النبات أيضا تشققات والتهاب الجل بمغلي أجزاء النبات أيضا آلام الأسنان بمغلي أجزاء النبات أيضا الرمض الربيعي وحساسية الجيوب الأنفية وطبعا طريق تحضير الدواء بأشكاله المختلفة إن كان منقوع الجذور منقوع الأزهار مغلي الأوراق كل هذا تكلمنا عنه بأشكاله المختلفة موجود في الفيديو المشهور بالقناة سنضع رابطه إن شاء الله في صندوق الوصف أسفل الفيديو ذكرت الختمية في جميع المراجع العلمية القديمة والحديثة ومما ذكره القدماء عنها أنها مفيدة لحرقة المعدة ومدرة ومعرقة ومفيدة للتنفس ويفيد خلطها بالخل والدهن لعلاج البهاغ مع التعرض للشمس وعليه فهي مفيدة للطرق التنفسية والتهابات الأمعاء والمعدة والحلق والحنجرة ولحموضة المعدة ولقرحة المعدة والإثنى عشرية ولحالات الإسهال أيضا وعلاج اللثة والتهابات الأغشية المخاطية للثم كما يفيد مغل الجذور المثانة وكذلك كغسول لالتهاب البشرة أو كمادات توضع على الوجه لمدة ربع ساعة صباحا يصنع من نبات الختمية شراب يفيد في علاج قرحة المعدة والإثنى عشر إذ يوضع مقدار ملعقة صغيرة من أزهار الختمية المجففة في كوب من الماء بدرجة الغليان ويترك لمدة ساعتين حتى يتخمر بشكل جيد ويأخذ منه مقدار فنجان من القهوة كل يوم أربع مرات يداوم على ذلك العلاج لفترة طويلة تتراوح بين أربعة أشهر حتى السنة والختمية الوردية تعتبر مضادة للالتهابات بأنواعها البلعومية واللوزتين والتهاب الشعب الهوائية وتفيد في علاج الرمد والتهابات الجفان أو الأجفان وتعالج السعال وخاصة عند الأطفال والربو وتشنجات الطرق الهوائية أيضا ملطفة ومنشطة للجهاز الهضمي وتفيد في علاج الآلام المعادية والمعاوية وخاصة منها القرحات الهضمية وملينة ومضادة للإمساك وتفيد في أمراض الرئتين والأنظمة البولية بشكل محدد في أحجار الكلية والجذر الذي يتم حصاده في أواخر الخريف له مفعول ملين أيضا تفيد في مشاكل الجل أيضا المشاكل الهضمية وبشكل محدد التهابات الفم والتهابات المعوي والقرحة المعوية والتهاب الأمعاء والتهاب القولون أيضا تزيد هذه النبتة تدفق الحليب الصدر أيضا يستعمل الجذر في معالجة الدوالي الدوالي اللي بالإجرين أيضا القرح والدمامل ومطهرة وقاتلة لبعض البكتيريا والفطريات والبذور تساهم في تلطيف المجاري البولية والتخلص من حرقة البول كما وتدر البول والجذور مقوية ومنشطة عامة للجسم والفروع الغضة التازة يعني الخضرة تساهم في تسهيل عملية الولادة والطريقة تأخذ الفروع الغضة وتفرم أو تقطع ثم تغمر في كمية مناسبة من الماء وتوضع على النار حتى تغلي ثم تبرد وتصفى بحيث يزال كل المواد العالقة ويكون الماء صافيا ثم يستعمل على هيئة دش مهبلي أو غسول عادي ويستعمل مرتين إلى ثلاث مرات يوميا كما ويمكن تناول المغلي شربا بمعدل كوب إلى كوبين يوميا بعد الوجبات الغذائية ويمكن استعمال الختمية أيضا كتوابل مجففة أو خضراء طازجة أو مطبوخة بهدوء وتستعمل أيضا بشكل صباغ وزيوت وحتى لا نطيل عليكم سنتحدث في الفيديو القادم عن استخدامات نبتة الختمية الطبية في الطب الشعبي والطب الحديث واستخداماته الغذائية والتجميلية وطرق التحضير وفوائد شاي الخطمي وكالعادة محاذير ومخاطر الاستعمال نتمنى للجميع دوام الصحة والطمأنينة حبيبنا ما هو رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع؟ وإذا في أي استفسار أو سؤال أو اقتراح يمكن وضعه في تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله نشكركم جميعا مشتركين وزوار على تفاعلكم ومثخدكم بنا منرحب بزوارنا الجدد اللي عم يشوفونا أول مرة إن أعجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وكما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته